بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنبدأ نتكلم على ال ECG interpretation بشرح مبسط لو خدت أنا ال ECG sheet دوت أنا بيتكلم عن عندي من cardiac cycles كل cardiac cycle بتبدأ من ال BQRST بل cardiac cycle بتقوم ما بين ال B وبين T لغاية نهاية T يبقى كل cycle ما بين ال B إلى بداية ال B الأخرى طب أنا الشيط دوت أنا ببص هنا عندي ال B ديت بتمثلي ال Atrial Depolarization يبقى ال B بتمثلي ال Atrial Depolarization ال QRS complex دوت بيمثلي ال Ventricular Depolarization ال T wave بتمثلي ال Ventricular Repolarization ال R wave دي ال Initial Positive Deflection ال Q wave ال First Downward wave بتاع ال QRS complex تمام؟ عندي فيه S wave اللي هي بتبقى ال Negative Deflection بتاع ال Following R wave يبقى أنا هبص على الشيط بتاع ECG طب هابدأ أعلق بقى على 10 حاجات في ECG يبقى المطلوب مني أن أنا بعلق على 10 حاجات فيه أربع حاجات أساسية اللي هي ال Rate، الرسم، ال Voltage، ال Axis وفيه ثلاثة حاجات اللي هم بسميهم waves اللي هم ال B wave ال QRS و T wave وفيه ثلاثة Segment أو ثلاثة Intervals اللي هي ال PR Intervals وأيضاً ال ST Segment وأيضاً ال QR Correction يبقى أنا بعلق على أربع حاجات عشر حاجات فيه ال ECG طب قبل ما هنعلق على أول حاجة رئيسية هنقول ال Calibration لو أنا بسيط على المستطيل ده اللي مرسوم لقيت المستطيل واخد مربعين كبار يبقى ده اسمه Normal Calibration اللي هو بياخد عشر مربعات صغيرة طب لو لقيت ال Calibration واخد مربع واحد فقط كبير يبقى اسمه Half Calibration يبقى أنا عندي ال Calibration يئمة Normal يئمة Half Calibration طب لو بسيط أنا كل مربع كبير يحتوي على 25 مربع صغير وكل مربع صغير الطايم بتاعه أربعة من مية سكند أربعة من مية من الثانية أربعة من مية من الثانية لأن أنا عندي ال Card Cycle كلها تمانية من عشرة سكند تمانية من عشرة من السكند ال Card Cycle تعتبر تمانية من عشرة من السكند هنبدأ أول حاجة هنعلق عليها اللي هي ال Read ال Read بيختلف عندي هل ال ECG ده Regular ولا Regular أنا بابص على ال ECG لو رقيته Regular اللي هو BQRST على طول ماشين وربع عضيهم ده Regular فأنا لو عندي ال ECG Sheet Regular هقسم 300 على عدد المربعات الكبيرة ما بين ال R R Interval يعني أنا هاخد A DR و DR هشوفوا المربعات الكبيرة اللي ما بينهم سي لقيتهم ثلاثة أقسم 300 على ثلاثة هيدين ال Rate اللي هو ميت بيت بير منت أو أن أنا بأسم 1500 على عدد المربعات الصغيرة يبقى أنا عندي فيه طرقتين في ال Rate يمّا 300 على عدد المربعات الكبيرة أو 1500 على عدد المربعات الصغيرة وده لو كان Regular Rate طب لو كان ال Rate أو ال ECG ده Irregular لو هو Irregular هنعمل إيه بقى؟ هشوف ال QRS أعدي ال QRS في 15 مربع كبير يبقى هشوف هذه ال QRS في 15 مربع كبير لقيتهم مثلاً واحد أروح ضربهم في ثلاثة وبعد كده في عشرين يعني أنا أضربهم في ستين هيدي لي ال Rate لقيتهم اثنين في ستين بمية وعشرين ال Rate وهكذا يبقى أنا ال Rate عندي لو كان ال ECG Irregular يبقى بأسم 300 على عدد المربعات الكبيرة ما بين الر interval أو 1500 على عدد المربعات الصغيرة لو كان ال ECG ده Irregular بعدي ال QRS في 15 مربع كبير واضربها في ستين يدي لي ال Rate دوت على سبيل المثال أد ال R و R دوت ال R R interval هاعد المربعات الكبيرة هادي واحد اثنين تلاتة اربعة ودوت معدول شمسة يبقى لو أسمتي 300 على الشمسة سيدي لي 60 بيت بير منت أو أقسم 1500 على عدد المربعات الصغيرة ده ال Rate طب تاني حاجة هيعلق عليها اللي هو الرزمة في الرزمة قال لك ايه في الرزمة لازم ان كل QRS يبقى معاه بي ويف يبقى بي ويف وبعدها QRS هادي بي ويف و QRS فلو لقيت في الشيت بتاعي بتاع الإي سي جي كل QRS معاه بي ويف يبقى ده اسمه سينس رزمة يبقى ده اسمه سينس رزمة لكن لو لقيت فيه اختلاف في QRS مجاش معاه بي ويف يبقى ده بسميه أسينس رزمة يبقى انا عندي في الرزمة علقت في الأولى على ال Rate تاني حاجة علقت على الرزمة لقيت في الرزمة ان فيه بي ويف مع ال QRS يبقى سينس ما لقيتش يبقى اسينس كده احنا اخدنا ال Rate والرزمة فيه طريقة تانية ممكن احسب بها ال Rate بس دي يعني مكالكعة سينة خلينا في الأولى الطريقة التانية ان انا هاخد ال R طو R ميسود ان انا هاخد هأسم انا عندي هنا عدد المربعات الصغيرة هنا شوفناهم لانهم تسعتاشر ونص وقلنا ال Time اربعة من مية من السكند ضربناها طلع ال 78 من مية من السكند هأسم ستين على total seconds هيطلع لي كان بيت بير مني تيبقى طريقة تانية او تالتة ليه؟ ان انا شوف ال Rate ان انا بشوف بأسم ستين على total seconds اللي هو معدد المربعات الصغيرة فيه اربعة من مية لو بسيط على الشيط دوت بتاع السيجي خلي بالك قلنا ادي ال Calibration ادي اتنين يبقى دا Normal Calibration قلنا ال Rate اشوف المربعات الكبيرة ما بين ال R ادي واحد اتنين تلات اربعة خمسة تلتمية على خمسة بقى ستين الرزم قلنا في ادي بي كيو ار اس وفي بي ال بي كل كيو ار اس قبلها بي اهو يبقى دا على طول Normal او Sinus رزم اسميه Sinus مين؟ رزم لكن لو ما ال H بي يبقى سميه Sinus رزم يبقى انا علقت على اتنين الرزم ومين ورزم طب رقم ثلاثة هنعلق فيها اللي هو الدف الفولتج نفسه الفولتج ازاي احنا بنحدد الفولتج الفولتج انا عندي بجمع ادي ال R ادي ال R هي في lead 1 و lead 2 و lead 3 انا هجمع عدد المربعات الصغيرة في lead 1 و lead 2 و lead 3 بتاع ال R انا هنا ال R هنا مثلا في المربعات الصغيرة ادي 5 و 2 و 7 في lead 1 في lead 2 10 بعد 17 في lead 3 مثلا 4 بقت كام 21 يبقى انا بجمع R في lead 1 و lead 2 و lead 3 المربعات الصغيرة الفولتج normal voltage ده هيبقى عدد المربعات الصغيرة بتاع ال R 15 او اكتر 15 او اكتر طب لو ليت عدد المربعات الصغيرة في ال R اقل من 15 يبقى ده بسميه low voltage اسميه low voltage اللو فولتج دوت بيحصل مع مرض ال pericardial fusion يبقى انا ده تالت تعليق قلنا ال rate الرسم الفولتج طب رقم اربعة في الحاجات الاسسية اللي هي ال axis انا عندي الطبيعي ان ال axis بيكون downward and to the left يعني ال impulse بتاع الكاردياك امبلس جاي من ال SE نود من فوق وريحة لل left ventricle او لل ventricle لتحت للشمال يبقى downward to the left طب انا اعرفها ازاي ببساطة هبص على lead one وهبص على ال a v f انا هشرح ببساطة مش اقول الكالكاعة هبص على lead one وعلى ال a v f lead a v f لو ليت ال waves طلع الفوق في lead one ادي ده اليمين بتاع وال waves بتحط lead one عند اليمين وحط ال a v f عند الشمال لو ليت ال waves في lead one وال a v f ال اتنين الفوق يعني ال اتنين positive يبقى دوت normal axis يبقى normal axis av one وال a v f ال اتنين فوق تمام؟ يبقى ده اسمه normal axis طب لو ليت lead one فوق ولقيت av f تحت يبقى يبقى ده بسميه right axis deviation بسميه right axis deviation اركز معي انا ببص في ال axis عشان احدده على lead one و a v f لقيت lead one فوق و a v f ال اتنين فوق يبقى ده normal axis لقيت lead one اللي هو عندي اليمين فوق وال a v f التحت بدل r d فوق هتبقى التحت يبقى ده اسمه right axis deviation طيب لو ليت بقى lead one تحت و a v f فوق هسميه left axis deviation يبقى انا هنا left axis و a v lead one تحت و a v f فوق طيب لو ليت الاتنين بقى تحت يعني دي تحت و دي تحت اللي هو lead one و lead two الاتنين تحت ده بسميه out axis او اسمه undetermined و كلمة out axis معناه انه هو غريب الاتنين بلقاهم تحت وال out axis ديت نلقاها في حالات ال a v canal يبقى انا علاقة على ال access لو الاتنين فوق lead one و lead و a v f يبقى ده normal لقيت lead one فوق و a v f تحت يبقى right axis deviation لقيت lead one تحت و a v f فوق يبقى left axis ديفيشن لان احنا قلنا lead one عند يدك اليمين و a v f عند يدك الشمال لقيت الاتنين تحت يبقى ده out axis او undetermined وده مع av canal كده احنا علقنا على اول اربع حاجات اساسية اللي هو rate و و و و هنطبق الكلام على الشيط بالنسبة لل access lead one فوق و a v f يا شباب او تحت يبقى يبقى ده اسمه right axis ديفيشن باعتبر ان lead one عند مين عند ال right بعد معلقنا على الاربع حاجات الاساسية هنبدأ نعلق على تلاتة اللي هم اسموهم ال waves انا عندي ال waves ال b wave ال qrs wave او نقول عليها qrs wave وايضا عندي t wave في شوية ابعاد نحاول نحفظهم ال qrs بتكون من 8 من 100 الى 12 من 100 من السكند ال qt ال qt بتكون من 36 من 100 الى 44 من 100 سكند واحنا قلنا عايزها ازاي؟ ان كل مربع صغير 4 من 100 من السكند ال b r ال b r يعني من ال b هنا لغاية ال r كده دي بتكون من 12 من 100 الى 2 من 10 من السكند وال s t segment ايضا بتكون نفس الكلام من 12 من 100 الى 2 من 10 طب هنشوف ال b wave ال b wave لما ابص عليها ابص عليها في lead 2 ابص عليها في lead 2 هبص على ال b wave قولنا هبص عليها في lead 2 يبقى ال b wave انا ببص عليها في مين بس في lead 2 لو ليت عدد مربعاتها اتنين صغير في اتنين صغير يبقى ال b wave يبقى ال b wave يبقى الو بسيط على ال b wave في lead 2 في lead 2 اهدي lead 2 اهو في lead 2 اهدي lead 2 اهو لقيت عدد مربعاتها اتنين صغير في اتنين صغير يبقى ال b wave طب لو لقيت عدد المربعات بتاعها زاد لفوق طلع لفوق كده دي حالة بنسميها ال b بالمونال يبقى لو طلع لفوق زاد عن اتنين يبقى b بالمونال لكن لو العدد زاد في العرض وعمل حرف ام بسميها بي ميترال بسميها بي ميترال يبقى انا تاني انا في ال b wave عشان اشوفها ببص عليها في lead 2 النورمال ان هي اتنين صغير في اتنين صغير لو طلعت زيادة عن اتنين لفوق يبقى b بالمونال زادت في العرض عن اتنين يبقى b ميترال لو بصيت عليها مع ال v1 هبص فين ال v1 ادي v1 ادي ال b هنا في ال v1 لو لقيت ال b في ال v1 بتبقى down ويبقى down يبقى down ليفت اتريال enlargement يبقى في lead 2 انا اعرفت ان هي فيها normal او بي ميترال وانا بصيت في ال v1 لييتها دون يبقى down ليفت اتريال enlargement ليفت اتريال enlargement ثاني ال b wave 1 ببص عليها في lead 2 لييتها اتنين مربع صغير في اتنين مربع صغير يبقى normal طب لو لييتها بقى الطول علت لفوق اكتر من مربع من اتنين مربع صغير لفوق هذا اسمه b بالمونال لييتها زادت في العرض وعملت حرف m يبقى b ميترال انا هنا شايف ادي طول وروندد ادي طول ويعتبر روندد او طول وبيجد طول وبيجد ده بيحصل مع increase right atrial pressure او right atrial dilatation يبقى المنظر دوت ان لقاها طلعت لفوق وسواء كانت rounded او بيجد ماشي بسميه مع زيادة right atrial pressure او right atrial dilatation هنطبق ثاني ادي البي ويف هي انا بص عليها fleet tone المفروض بتبقى اتنين مربع صغير في اتنين مربع صغير لفوق ادي هنا لقيتها بص ادي تقريبا مربعين صغيرين لكن واحد اتنين تلات اربعة وشوية من المربع الصغير لفوق طالما قلنا زادت لفوق بسميها t بالمونال البي بالمونال الطول بيجد بي ويف بسبب enlarged right atrium وبيبقى معها congenital heart disease والترايقاص ب valve disease والبالمونال hypertension و diffuse lung disease يبقى البي بالمونال مو يحصل مع مين البي بالمونال لقيت ان عدد المربعات الصغيرة لفوق زادت عن اثنين في البي ويف في البي يحصل مع الcongenital heart disease اللي هم ترايقاص ب valve disease pulmonary hypertension و diffuse lung disease طب الثانية قلنا البي ويف زادت في العرض بس ما زادتش في الطول او زادت في العرض اهو شايف وعملت شكل حرف ام ام اهو ادي البي ويف كنها بيفيد ده بسميه البي ميترال ده بيحصل مع الميترال stenosis والليفت atrial enlargement يبقى ده اسمه البي ميترال يبقى انا لو بسيط على البي ويف في lead to ليت عامل حرف ام واسعة في العرض يبقى ده مع البي ميترال بيحصل مع الميترال stenosis والليفت atrial enlargement لكن الرقم ثلاثة في البي ويف ان انا لقيت terminal negative اللي هو التحت اسمه negative لو لفوق يبقى بوزطف terminal negative deflection اكتر من 40 ms في العرض واكتر من واحد ميلي متر في العمق في ECG ده بسميه مع lift atrial enlargement اللي هو البي phasic b wave ده اسمه bi phasic b wave لكن اللي يهمنا احنا اكتر اللي هو البي بالمونال والبي مترال والبي بيترال بيحصل مع الميترال stenosis والlift atrial enlargement and والبي بالمونال بيحصل مع congenital heart disease اللي هو trichospered valve disease والبالمونرا hypertension والdiffused lung disease سادس حاجة هنعلق عليها أو ثاني حاجة في الويفز اللي هي القيو ار اس ويف. طب انا في القيو ار اس بص معايا كده. الار دي بتمثلي الريت فينترجل. واشوفها في الفي وان والفي سكس. يبقى الار اشوفها في الفي وان والفي سكس. الاس بتمثلي الليفت فينترجل. الاس بتمثل الليفت فينترجل. الار بتبقى هاي في في وان وفي سكس يعني لو لقيت في في وان وفي سكس الار هاي يبقى ده بسميه ريت فينترجلر هايبيرت فيه. يبقى دي النورمال كيو ار اس. انا بشوفها في مين في في وان وفي سكس. في وان وفي سكس. في سكس بتبقى بالبوزيتف. في وان بتبقى بالنيجاتف. يبقى تاني انا هبص في في وان وفي سكس. لو لقيت ان الار عالية في في وان وفي سكس. ادي الفي سكس هي ادي الار عالية. وفي في وان. لو عالية في الاتنين سواء بالاجاب او بالسلب. يبقى ده بيحصل مع الريت فينترجلر هايبيرت فيه. لكن لو لقيت الاس الاس هايلي دي بريزد. ادي. كيو ار اس الاس هايلي دي بريزد. ودي في في سكس الاس هي هايلي دي بريزد مثلا. لو لقيت الاس هايلي دي بريزد في في وان وفي سكس. ده بيحصل مع الليفت فينترجلر هايبيرت فيه. لكن لو لقيت الار والاس الاتنين هاي في في وان وفي سكس. يبقى ده باي فينترجلر اللرجمنت. يبقى لو لقيت الار والاس الاتنين عاليين في في وان وفي سكس. يبقى ده right ventricular hypertrophy and left ventricular hypertrophy يبقى ده QRS دي بتمثل لي ال R فيها بتمثل ال right ventricle يبقى دي بتبقى في V1 و V6 ودي عن طريقة بعرف هل في right ventricular hypertrophy أو left أو الاتنين مع بعضي طب ال wave رقم ثلاثة اللي أنا هبص عليها اللي هي تعتبر رقم سبع بالنسبة للتوتل اللي هي T wave هنبص على T wave في V5 و V6 يبقى أنا هبص في V5 على T wave هي و V6 على T wave لو T wave inverted مقلوبة هم المفروض كده فوق طلع الفوق دي T wave هي بصيت عليها في V5 و V6 ليتها كده الفوق يبقى ده normal ليتها inverted مقلوبة لتحت يبقى ده أسميه strain pattern لو نط inverted يبقى normal pattern يبقى T wave يبقى رقم سبع هقول T wave طلعين اللي فوق الاتنين في V5 و V6 يبقى normal pattern مقلوبين اللي تحت يبقى ده inverted pattern هنمسك التلاتة اللي بعد كده اللي هم الBR interval الBR interval ادي الBR interval اهو لو بصيت هنا كده ادي الBR interval الBR interval النورمال ان هي بتكون من ثلاثة لخمسة مربع صغير small squares لو الBR interval اكتر من خمسة يبقى ده prolonged BR interval لو هي الBR interval اقل من خمسة او اقل سوري من ثلاثة يبقى ده short BR interval والشرط BR interval بتحصل مع two syndromes اللي هي الرومانو وارد صندروم وايضا الولف ويت بركنسونيان صندروم يبقى ادي الBR interval لو شفت الBR interval هئيس المربعات الصغيرة النورمال ان هي من ثلاثة لخمسة small squares اللي هي من 120 ل200 ميلي ساكند تمام ليتها اكتر من الخمسة يبقى ده اسمها prolonged BR interval ليتها اقل من ثلاثة يبقى ده short BR interval الفيرست ديجري هارت بلوك اللي بيبقى فيها الBR interval اكتر من 200 يعني اكتر من خمسة small squares الفيرست ديجري هارت بلوك ادي الساكند ديجري هارت بلوك اللي هو طيب وان اللي هو احنا بنسميه الموبايتس طيب وان او اسمه الفين كيرباخ صندروم الساكند ديجري هارت بلوك بيبقى فيها progressive prolongation للBR interval يبقى انا الBR interval بتبقى progressive prolongation يعني مش اكتر من خمسة مربعات صغير بس اذا شايفين احنا هنا اكتر من عشرة تمام البرولوج النورمال اهو النورمال اللي هو خمسة مربع صغير ما تزيدش عنه برولونج بيار انترفال العادية اللي هي اكتر من خمسة لا ده progressive بقى increase أو prolongation للBR interval اللي احنا بنسميه الساكند ديجري هارت بلوك البي ويف والقوعر اس complexus تمام دول نورمل لكن dropped beats البي ويف وزود قوعر اس اد البي ايف بي ويف مورهاش قوعر اس فين اهي تمام الBR interval حصل لها progressive lengthening ده بيحصل مع الساكند ديجري هارت بلوك البلوك بيبقى في الاي في نود بيبقى اكتر في الاي في نود كده احنا علقنا على رقم تمانية اللي هي الBR interval وان بتبقى برولونج مع البرولونج بر انترفال او لو شورت اقل من ثلاثة small squares مع الرومانوارد والولف ويت بركنسونيان صندرون هنعلق رقم تسع على الاستي سيجمنت قادي الاستي سيجمنت يعني ما بين قادي الاستي سيجمنت تعليق رقم تسع اللي هي الاستي سيجمنت ادي نورمل استي ادي الاس QRS وآدي الت آدي normal هي هنا لو بصيت عليها لإيه تحصل فيه ST depression يبقى دين normal وديه اللي حصل فيها depression لو بصينا في الجزء دوت هنلاقي الAST حصل فيها elevation آدي الAST حصل فيها elevation الAST elevation دوت ده بيحصل فيه anterior leads وده بيحصل معه anterior myocardial infarction يحصل مع anterior myocardial infarction يبقى الAST elevation بيحصل مع anterior myocardial infarction آخر حاجة هنعلق عليها اللي هي رقم عشرة اللي هي QR Correction يبقى احنا كده في ECG انا بعلق على عشر حاجات هنلخص بقى الكلام ده كله دوت يبقى التلخيص احنا نقول في ECG normal أو half calibration هناخد نتكلم عنا عشر حاجات الrate قلنا بأسم 300 على عدد المربعات الكبيرة أو 1500 على عدد المربعات الصغيرة لو كان regular لو كان regular انا بشوف عدد QRS في 15 مربع كبير واضروبهم في 60 الرزم لو كل QRS معها بي ويف يبقى ده sinus رزم معهاش يبقى أساينس الفولتج بجمع R في الثلاثة leads 1 و 2 و 3 لو كانت 15 أو أكتر مربع صغير يبقى normal voltage أقل من 15 بالوفولتج يبقى ده left axis diffusion لو الاثنين تحت بسميهم odd axis أو undetermined اللي هو بيحصل مع AV canal البي ويف نبص عليها في lead 2 مربعاتها الطبيعي 2 في 2 مربع صغير لو زادت لفوق بسميها البي بالمونال نقصت زادت بالعرض وعملت M shape يبقى B mitral QRS قولنا دي بتمثل لي right ventricular hypertrophy أو left ventricular hypertrophy أو الاثنين معنا التي ويف ببص عليها في lead V5 و V6 لو التي ويف inverted يبقى strain pattern لو not inverted يبقى normal pattern الBR interval النormal إن هي بتبقى من 3 إلى 5 small square هل هي prolonged لو أكتر من 5 أو heart block لما تكون progressive لو أقل من 3 squares يبقى short B R interval هعلى على ST segment و QR correction و هذه lead 123 AVR AVL AVF V12 V3 V456 كده احنا خلصنا المقدمة بتاعة ECG